السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة شاف سهيلة اليوم ان شاء الله سنرجع بالطلابيات و سنبدأ معكم الحصة الحلوة اللوز اللي سنقدم لكم فيها العجينة بكل احترافية و تصدق 100% و سنقدم معكم طريقة اللوز اللي يجينا ناجح و لا تلقش لنا نهائيا نسيت خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخر بشرفه للمكونات بطريقة التحذير و كما لاحظوه في وقت قصير غادي تحضرو هاد شي كامل و كيفاش تنظمين وقتك و بزفة الاسرار غادي تلقاوها في هاد الفيديو هادا ما تنسوش دعموني باللايك و الشراك في القناة باش دائما توصلوا بجديد الفيديو هاد ان شاء الله عندي اول حاجة كندير في قصرية هي 500 قرام من داقيق العبيات الخاص بالحلويات لي كيكون مغربة على جوج ديال المرات دائما كنغرب له عندي هنا جمع القديل السكر سقيل ما كنديروش سكر سانيدا سكر سقيل يعني سكر غلاسي جوج ديال المعالق قبيسة الملحة عيود ما كانش عندكم سكر غلاسي خدشدو جوج مع القديل سانيدا و غادي تطحنوهم مزيلا و غادي رجع لكم سكر غلاسي سينو ما كانش عندكم لا سانيدا للسكر غلاسي غادي تدفو جوج مع القديل من بعد هنا يا غادي نجيبين 150 قرام من زبدة طبيعة الحال نادر صغل مارغارين ممكن درون زبدة النوعي الجيد سافي كما كان نحككها نحكها في الحكاكة الرقيقة بطبيعة الحال و كما كان نضيف لها دقيق في هاد الشكل هادا في القصرية و غادي مبدأ نحكها علاش هاد الحكاكة البنات غادي تعاونكم بزر بسيغطو المبتدئات اللي كيصعب عليهم شوية انه يعرفوا ان العجين كله مرمل انا جبت لكم هاد طريقة هادي اللي سهلة جدا و حتى انا كنخدمها باش اي حاجة كتجيني سهلة اكام بختجها معاكم باش تنتومت سهل معاكم و هاد العجينة هادي صراحة ما كتحتاج لاتبات لاتة حاجة خدمتها في صباح و خدمت بها في العشية يعني نورمال سافي من بعد غادي كما لاحتو غادي نزيد على هاد المقادير هادو غادي نزيد علهم جوج مع القضية الزيت النباتية و سافي ها كنكونوا تحصلنا على واحد العجينة فيها كل مقادير درنا السكر الملح الزبدة و الزيت فقط دوم المقادير سافي من بعد انتو ما كما لاحتوش تيت تكل حكا كان رقيقة عو تاني و بديت كان حكا في هادا كالدقيق و الزبدة حكا باش كنتو شوف انا نيت شوفو كما لاحتو انا كل شي ترمل ليا من بعد هنا جيت تقريبا كاس ديال مظهر هو اللي غادي نكبوه في الاول باش غادي نجلع جينا و من الاحسن انكم تختاروا المظهر اللي كيكون مزيان و من بعد غادي نكمل بالماء الى خصني نزيد بالنسبة للبنات انكم ما تكتروش نهائيا الماء مو ما تجريوها ش بزاف لانه باقي كترخة بزاف زاف تلاجة دائما كنشوفو احنا قياسنا شوفو كي كان عجنها انا و كتكون ليها قاصحة في يديها كنحول الاني ندلكها شي شوية حكا باش ما تبقاش ليها لكن شي يزبدا انها تحيد و هاكا كنت اكدو اننا العجينة ديالنا غادي تكون ناجحة مية في المية صافي كان ندلكها عادي جدا شوية ممكن تطيروها في العجانة ولكن حاولوا انكم تكون قاصحة صافي من بعد ندوزو طريقة ديال اللوس عندي هنا يكيلو ديال اللوس عندي شوية ديال مسكة الحرة و عندي مية وعشرين كرام من زبدة اللي بطبيعة الحال اغليتها مزيان و غد ناخد منها غير حليب اول حاجة كان ندير تقريبا نصف كز ديال الماء الزهر غد ناخد ما هو اللي هو المزيان مزيان و كان ندخل فيها عاد باش ندخل زبدة علش بانو الي يدرنا الزبدة والماء الزهر في نفس الوقت هو لي كتلقينا الزيت يعني دائما شوفو القصرية ديالي ناشفة ما فيهاش قاع نهائيا نقطة ديال الزيت سوفي من بعد هنا يمكن نصفيد ذك الزبدة و ممكن ناخد غير ذك الفقاني و نبدأ نضيف ملعقة ملعقة حتى ندخل ذك مية ومسا عشرين جرام الزبدة كاملة سوفي و غادي مقان بحالة كندلكها و انا يخصت طرطاب ليه في الديه بش اعطني الطوح هدي هي العجينة مبنة ثم اصرار ممكن زيدوا لها الروح ديال ليمون لبغيتو و ممكن زيدوا لها شوية ديال القرفة لبغيتو يعني انا خليتها بلدية و كجيء رائعة جدا سوفي بقى نخدمها بالشكل هذا يعني حتى انني كنت حصل على واحد العجينة ديالي كتكون رطبه بثث و ما كتشققش ليه نهائيا شوفوا كما لحتوه انا عوداني يعني بديت كنخدمها يعني اللي بغيت تخدم اللوز هدي هي الطريقة باش تبدأ يعني الصراحة الحمد لله ولله الحمد ما ما كتحش منيش و ناجحة مليون في المية و كما قلت لكم ما كتحتاج لاتبات للا كاملة لات حاجة والله العادي ما انا خدمتو مغيه في الصباح و خدمتو في العشيه ضغيه 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 بالنسبة اللوز راكم عارفين و كتتفصوه و تنشووه و تطحنوه بالنسبة الكيلو را طحنتو مع نس كيلو ديال سكر سانيه طفي من بعد جبت طاولة ديال عملها كايا و هنا اياه بالنسبة اللوز انا بديت كنخدم فيه تلعجينة بديت كنخدم فيها نقدب غادي نوريكم كيف اجدرت من نسبة لها الطريقة ديال غادي نوريكم جميع المبتديئة اللي بغاو يبدو هاد المشروع ديال الحالويات يعني غا يبدو هاد بها الطريقة عليك تكون سهلة و من بعد بشوية بشوية تكتطوري راسك يعني مشي من اللول دائما غيز عامة و شوية ديال صبر وهذا و ان شاء الله كل شي غادي يكون باخر و على خير و يجيكم هاد شي ساهل مهل و دائما كنقول لكم اي حاجة تشجعوا فيها و خدكنوا ما كتعرفوهاش يعني حاولوا تدبزوا معها تقتلوا معها لكي بغي شي حاجرة كيوصل لها و هانتوا ما تلاحظوا معي يعني تحجمها صراحة تحجمها صعيبة بزاف راكوشي ساهل غيك الواحد خاص يخدم شوية عقله صافي من بعد دوس العجينة في النمرة رقم ربعة لانه عندي هي اللي رقيقة صافي يشوفوا العجينة ديالي ما شاء الله كتمنش معي كيف ما بغيت ما فيها تنقطة ديال الزبدة ما في هاته حاجة و كانت نخدم بها بكل اريحية و بكل سهولة كنجيبوا العقدة ديال لوز ديالنا اللي بطبيعة الحال كورا كتوز لنا 15 القرام انا ما كنت اجدك للكعب اغزال كبير و فقط كننخدموه بهات الشكل هادا هادي نطلع بهات الشكل هادا شوفوا طريقة ديال يد كيفاش كنخدم انا هنعود معاكم واحدة اخرى باش انكم تفهمون بساف هادي اللولا و كنقطع كبرا من الحجم ديالا هنعود معاكم واحدة اخرى بالشرح باش بغيتوا اي حاجة تقدم معاكم هانتو ما كما لاحتو و ما زال غادي نقشوها يخليني لما نوريكم طريقة تانية دائما كنحرب ال انتو ما تلاحظوا معاي كنحرب داك العجينة ديالي كنخلي واحدة المسافة باش كأنني كنقلب عليها العجينة الخران انتو ما ايلا درتوا هكرا غادي بليكم اللوز يعني غادي نكحة شوية و غادي نلمطها بهات الشكل هادا شوفو كي كان جمع القناة و كان قنضغط بسبعي في الوسط و هاكا كديني اسهل طريقة ديال القعب اغزال هي هادي ديرو هادي را تكون ناجح عليكم مليون في المياه و دائما كنبقى نصرح في الجنب و كنطلع الفوق علاش باش ان الكعبة ديالي انها تكون واقف عليها صافي و هاكا كنبقى نقطع و هادي نعود معاكم ندير معاكم شي جوج وحدات و عادي باش نبقى ننقش باش هاكا كي يجيني سهل صافي هاكي لكا نجاتكم كبيرة كتحاولوا انكم تنقصوا منها و داك الزوائد را ما كتتترميهم شعني كنجمعهم و كنعوديني كنخدم بيهم صافي انتم كي ملاحظوا را يبدي يجيكم هاتشي ساهل ماهل في الولد انا كن كيجيني صعيب و كنخاف من النقش و كنخاف من من العجينة و هادا و لكن مع المود دارة صافي المرة الولى الثانية الثالثة صافي رضايا كيتماشى معا يديكم و احتى حاجة ما كتخلعكم يعني عايش في هادا كنقولوا العزيمة و ان شاء الله تكتقل الارادة و كنشي كنوه هادا و لحتاجتوني في اي حاجة ما ألف مرحبا والله ما عنديش اشكال مكن ندخلش عليكم باي تساؤول مرحبا اللي بغت تسولني و اللي بغت اي استفزار دوز عندي الانستغرام ديلي هو شاف سهيلة را كنجاوب على جميع الناس و اي وحدا بغتش حاجة را كنجاوب عليها سوف انتوما كما لاحتو كنحول انا اني نقاد و هاكيا كنكون يعني ضغيه ضغيه كنس علي هنا خرجت لي تقريبا مياه 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 وصف مياه وشي حاجة فهذا الكيلو هادا حيتي قدرت هادا الكعبه صغيره سوف من بعد كما اشتو هادا المنكاشة اختيش بثلاثة ديال الدراهم وهو اللي غدي نخدم به بهذا الشكل هادا انتوما كما لاحتو هادي مقا ندير بالشكل كننقش حدا يعني كننضغط بهذا الشكل هادا و كانتلق طروري ان انا كنديرو فتحين بشها كما يلسس قشلينا بش كتعطينا هاد الوردة هادي بهذا الشكل هادا انا اشتغل من الفوق ممكن تنقشوها حتى ما ملت حتى سوف انتوما كما لاحتو كتدي بحل شي حاجة ديال فرفة اللي كتكون ضايرة وكتدي رائعة جدا دائما نشوفو كان عوجي ديال على حساب المنكاش فين غادي صافي كم قنقاد علش كان قد باش كنخلي للكعبة ديالي وقفة ننسوما كما لاحتو نعود معاكم محتخرة كان مقاها كان قرص وانطلق قرص وانطلق صافي من بعد البلات غادي نكمل بحال هاكا حتى غادي نكمل كمية كاملة وغادي نخليها تبات ضروري البلات تخليوا العجينة ديالكم ديال اللوز انها تبات باش هاكا ما ترتقش لكم في الفرن وغادي نعطيكم جميع الاسرار باش ان الحلوة اللوز تنجح معاكم وكما لاحتو انني في الكعبة ديالي ما خليت حتى فراغ يعني كل شي ملبس على العجينة لكان شي فراغ كتقبه بليبرا وهانطلما كماشتو اه درت هاد الكيميه هادي وباقه كنخدم فيها صافي من بعد ما ثاليت الكيميه كلها ستفتها فالطاوة وهنا يا الفران يعني يلا غادي نخلي الكعبة ديالي غادي نسخنو من بعد هنا يا رات قبض الكعبة ديالي كلها ملتحت درت لات ديالتقيبات هكا باش يكل ما يخرج منها الهوى باش ما تفخش ليده صافي كماشتو وابعد ما تتحمرات ليه ملتحت عاو تهبتها شفية كتتتحمر من الفوق دائما ما كنخلي واش انها يعني طيب بالزف وما كنخلي واش يعني خضره باش هكا كتجيزوين الى طب تكتر من القياس كتولي قاسحة بزف ينفوكا نشوفو انها تذهبت ملتحت رصافية ديالي كشكركم بزف على حسن المتابعة وإلى اللقاء إلا بغي تشوف حلقة فيديوها ديالي كومان ودوية تكشيك كامل إن شاء الله نخلي لكم بختجيه معكم شكرا بزف على الحسن